بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي برقية تهنية إلى الرئيس الكيني الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استغلال بلاده وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس للرئيس روتو عن قالص التهاني وأطيب التبريكات متمنيا لفقامته موفور الصحة والسعادة وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازديار اشتركوا في القناة